عزيز المشاهد أهلاً وسهلاً بيك وسؤال صعب مع الأنبى مكسيموس أهلاً وسهلاً وجود ديافتك معاني أهلاً بيك جناب الأسيس من هو ملكي صادق؟ وما معنى القول في البزمور أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق؟ ملكي صادق هو ملك سليم مدينة السلام ملكي صادق ملك سليم وملكي صادق كان كاهناً قبل عصر الكاهنوت الهاروني يعني بمعنى أنه أخذ تعييناً من الله مباشرةً لأن الكاهنوت الهاروني كانت تعيين نسبي نسل هارون هارون كان هو الرأسي الكاهنة الأول وكل أبناء هارون من الزكور هم الذين يصيرون كاهنة فكاهنوت هارون كان كاهنوت بالنسب والتناسل كاهنوت ملكي صادق أخذه خارج كاهنوت الهاروني وقبله وبدون نسب وتسلسل من نسب قبله من الله مباشرة وده بيرمز إلى كاهنوت المسيح أنه لم يأخذ كاهنوته من هارون ونسله ولا من غيره ولكن تعيين مباشر من الله الآب بالقيامة من الأموات شكراً جزيلاً وبشكرك عزيز المشاهد ونتقابل المرة الجاية وسؤال آخر صعب